قام اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بزيارة لنادي النبي صالح ونادي سترة جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية لسموه بهدف تعزيز التواصل ودعم ومساندة الجهات الرياضية لتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تطور وارتقاء مستوى الرياضة ورياضيين وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد خلال الزيارة برئيس مجلس إدارة نادي النبي صالح سعادة السيد صادق أحمد درويش ونائب رئيس مجلس إدارة نادي سترة علي أحمد حبيب وعدد من أعضاء الناديين وأشهد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي النبي صالح ونادي سترة لخدمة الرياضة بالمملكة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة وتشجيع الناشئة والشباب على ممارسة الرياضة واحتضانهم بالفرق الرياضية بالناديين وقد اطلع سموه على عرض موجز من رئيس نادي النبي صالح ونائب رئيس نادي سترة حول أخطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة منوها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تصهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها وتعزز من موقع المملكة البحرين على خارطة الرياضة القرية والدولية من جهتهم قدم رئيس الناديين الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على الزيارة التي قام بها للناديين والتي تعكس تقدير سموه لجميع الجهات الرياضية وحرص واهتمام سموه على تعزيز التواصل بهدف الدفع بالجهود نحو الارتقاء بمستوى الأندية الوطنية موسيقى موسيقى كان الاجتماع مع سيدي جداً مثمر هالاجتماعات اللي احنا كمجلس إدارة نحتاجها وهي تكون الدافع الأكبر حقنا واللي تعطينا الحماس والدافع حق العمل في خدمة البلد وخدمة الرياضة أنت لما تعمل في نادي كعمل تطوعي أنت تحتاج الدافع تحتاج كل ما تشكر تحتاج شخص يوقف معاك يعطيك وكل هاي يعني ما هو منحصل ما هو منحصل شخص في مجال أن يعطينا الدافع الأكبر حقنا نعمل وأن نجتهد ويعطينا الحماس الأكبر مثل يعني يسمو الشيخ خالد كانت زيارة مثمرة تم التطلق إلى مجموعة من المطلبات واحتياجات نادي النبي صالح اللي من خلالها سمو الشيخ وعد بتدليل أي صعوبات بالنسبة للأحتياجات نادي النبي صالح والأندي البحرينية بشكل عام وفتح باب تواصل بينما بين الهيئة وأن باب الهيئة مفتوحة ممكن يصير التواصل على أساس مناقشة الاحتياجات هذه بشكل أكبر والتوجه لتنفيذها مستقبلا إن شاء الله زيارة سمو الشيخ خالد طبعا رح تأتينا دافع إضافي ودافع كبير بأن نحن نسعى ونجتهد أكثر لتطوير الكرة الطائرة في نادي النبي صالح ونحاول قدر اليوم كانت نحن نزود المتخبات الوطنية بأكثر لاعبين خصوصا في فريق الرجال في المستقبل إن شاء الله وهذا هدف من أحداث نادي النبي صالح